طيب بما نحن نتكلم عن الفريق الأول خلينا نروح لمقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي ومراسلنا كريم أحمد نعرف هناك الأجواء والكواليس ما قبل المباراة كريم نصبح عليك أنا وكريم في البداية صباح الخير صباح الخير عليك زميلة العزيزة نهواندو وصباح الخير على زميلة العزيزة الكريم وكل التحية اللي مشاهدينه وكل جمهور للنادي الأهلي هو الصوت بعيد شوية أنا مش سمعك كويس يا كريم انت سمعنا كويس؟ أنا سمعك كويس لا أنا سمعك كويس جدا تمام قبل ما نخش بعد تفاصيل كده حكينا الأول الجو أخباره إيه عندك الأجواء في النادي وبعد كده قلنا طبعا التفاصيل الأكتر عفوا عن مقر الفريق يعني فضل بالتأكيد طبعا يعني نادي نقول لو نتكلم على الجو الشبورة طبعا أمر صعب جدا في البداية لكن يعني نادي الأهلي وكل المباريات بيكون معسكر قبل المباراة بيوم وده أمر مهم جدا لأن المشبورة كان صعبة جدا الصبح لكن يعني تعرف الفندق قريب جدا من استاد الأهلي والسلام في منطقة التجمع في شمس شوية لكن يعني إن شاء الله بإذن الله بقى في موعد المباراة سعى سبعة مساء بإذن الله يكون الجو موفق وكل الظروف تكون مهيئة إن شاء الله الفريق النادي الأهلي نهاردة عنده تحدي كبير وتحدي قوي جدا فالأهلي والسوني ديب بطل النيجر في أياب دور الـ 32 نهاردة إن شاء الله سبعة مساء على استاد الأهلي والسلام يمكن زي ما انتوا اتكلمتوا وزي ما زميلي كريم كمان اتكلم نظريا المباراة سهلة بالنسبة لفرق القدرات الكبيرة والفنيات وتاريخ النادي الأهلي لكن ده كان تحذير كبير من بيتسو مسماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي لكل اللعيبة لابد يكون في تركيز كبير في أدية المباراة نحسم المباراة بدري الفرقات كبيرة جدا لكن احنا كمان عندنا ظروف استثنائية وعندنا لعيبة غايبة بشكل كبير جدا نهاردة يمكن تم اختيار 21 لعب فيها القائمة لكن على الجانب الآخر فيه أكتر من لاعب نهاردة يمكن السولية بيغيب مرواه محسن بيغيب رامي ربيع محمد هاني الشناوي جونيور أجايل جيرالدو ناصر ماهر عدد كبير من لعابة النادي الأهلي بيغيب عن هذه المباراة لكن إن شاء الله كلنا ثقة في كل اللاعبين والجهاز الفني بيتسو مسماني إن شاء الله نهاردة كمان يكون موفق في اختيار التشكيل الأمثل ليخوض بيها هذه المباراة لكن من الأشياء المطمئنة واللي بنطم بيها أكيد كل جمهور النادي الأهلي وزي ما أنت زكارتي زميلتي نهواندي على عودة أكتر من لاعب على رأسهم أكرم توفيق وكهربا ومحمد مجد أفشا وطهر محمد طهر لكن أنا بزود عليهم كمان رامي ربيع كمان سلبيت المسح الحمد لله طمين عليه بشكل كبير ومحمد هاني لكن بعضهم خلال الأيام الماضية عن التدريبات مش جاهزين طبعا فنيا وبدنيا فكان قرار موفق أكيد من بيتسو مسماني إن هم ما ميكونوش متوجدين في قائمة هذه المباراة لكن الأمر الخاص بيها الكورونا أمر مزعج كلمنا عليه أكتر من مرة خلال الأيام الماضية لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تحافظ على نفسها خارج الملعب ده الأمر المهم داخل النادي الآلي في كل الفروع وداخل ملعب مفترض تفشي الإجراءات الاحترازية ولقائية مشددة جدا سواء من طبيبة للنادي الآلي الدكتور أحمد أبو عبلا اللي اجتمع بالجهاز الفني واللعبين وأكد أكتر من مرة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ولقائية بشكل كبير جدا لأن الفترة اللي جاية محتاجة جهود كل اللعبين عندنا مرحلة مهمة جدا خلال الأيام القادمة سواء مباراة في بطولة الدور العام ثم كأس العالم بقى للأندية الحلم الكبير لكل جمهورة للنادي الآلي يمكن أنا أخرج شوية عن مباراة اليوم خلاص يمكن القائمة المبدئية بعت التليق الفيفا لكأس العالم مالية الأندية لكن لسه القائمة هي تتعدل في طلب خاص من الفيفا بيعني حاجة طبية شاملة يعني قرار طب يشامل لكل اللعبين فإن شاء الله بإذن الله ما يبقاش في أي أمور معاقة عوق مسيرة النادي الآلي في هذه المباراة 23 لعب أو 24 لعب ليكونوا بقى في القائمة النهائية إن شاء الله يكون السلام ونظر بشكل كبير جدا ومشارب بتنتظر جمهور النادي الآلي هذه البطولة بشكل كبير جدا لكن لو نرجع كمان النهاردة لمباراة اليوم احنا متواجدين في مقار فندو لقامة أكيد لفريق النادي الآلي نهاردة طبعا كل الأمور بقى اللي اعتدية الفطار صباحا كان تسعة صباحا هكون بقى محاضرة فنية أخيرة ثلاثة ونصف ثم تحرك إلى أستاذ الأهل يويا السلام لأستابل هذه المباراة الساعة خمسة قبل المباراة بساعة ونصف ده كان طبعا الاجتماع الفني الأخير اللي حضره الكابتن سمير عدلي المدير الإدالي لنادي الآلي كلها أمور خاصة طبعا بالوصول للإجراءات الاحترازية الوقائية اللي الزي طبعا ليرتديه النادي الآلي نهاردة هيرتدي النادي الآلي زي والتقليدي وعلى الجانب الآخر يسون ديب هيرتدي الأزرق فيها الأزرق فيها الأبيض يا رب إن شاء الله بإذن الله كل الظروف تكون وهي الفريقنا النهاردة جمهور النادي الآلي منتظر هذه المباراة أداءا ونتيجة إن شاء الله تكون المباراة من نصيب النادي الآلي أنا معاك لو فيها استفسارات أعرف منك برضو يا كريم لو في حديث دار سمعته أو كنت حاضر بيننا مسماني والفريق هل في بعض مثلا الكواليس اللي ممكن أنت برضو تطلعنا عليها والجمهورنا يكون عارفها تفضل يمكن قدر أقولك طبعا كل الأحاديث الخاصة ببيتسو مسماني والعب دي الآلي بيكون عاقب كل وجبة يعني وجبة الفطار بيكون فيه أحاديث وبيكون فيه اجتماع بعد الغدى بيكون فيه أيضا اجتماع الحديث كله طبعا عن أهمية المرحلة وأن يكون فيه تركيز كبير في هذه المباراة لعبة النادي الآلي يمكن أكيد عارف أهمية البطولة إحنا خلاص بطولة 9 انتهت البطولة 10 عايزين البطولة 10 وده أكيد بمطلب جماهيري لكل جمهورة لنادي الآلي لكن كل الأحاديث كلها بتصب فيه الفريق الهدار الفرص ده كان أمر اتكلم عليه بيكون مسماني مع لعبة النادي الآلي لابد إن إحنا نستغل أنصاف الفرص مش هجلنا فرص كتير الملعب كان سيئ جدا في المباراة الأولى لكن النهاردة طبعا إن شاء الله لعبتنا مع جودة الملعب الكبيرة بالنسبة للمباراة الآلي والنهاردة إن شاء الله على أستاذ الأهلي والسلام الأرضية مميزة جدا إن شاء الله تسعب بقى لعبتنا في خلق المساحات والجمل التكتكية اللي اشتغل عليها أكيد بيتسو مسماني خلال الأيام الماضية الحديث كله طبعا مع اللعبين سواء اللعبين بعضها وبعض أو الجهاز الفني الكل طبعا بيتكلم على أهمية المباراة ما بقاش فيه أي استهتار ما بقاش فيه أي أمور إن شاء الله بإذن الله تساعدنا نعدي بقى المباراة دي ننتظر بقى إن شاء الله لمجموعات إن شاء الله وتبكى كل التوفيق النهاردة إن شاء الله للنادي الآلي فيها دي المباراة طبعا ويمكن كمان لو أنت كنت متابع أكيد المؤتمرات الصحفية اللي بتيجي بعد المبارايات المختلفة بالباتش المسلماني هو كان دائم التأكيد على فكرة هنا إن الغيابات حتى مش مبرر أبدا لفكرة هنا اللاعب بمستوى مش يليق بمستوى الفريق الأهلي بيكون حريص إن الأهلي بما نحضر فيمكن فيه رسائل كتيرة جدا برضو هو بيكون حريص علي أن هي توصل لجمهور الأهلي وفي نفس الوقت توصل للعيبة فأعتقد دي برضو نقاط في غاية الأهمية بالتأكيد طبعا يعني إذا عملتنا واندي يمكن قدر أقولك إحنا عندنا ظروف استثنائية بالنسبة للغيابات لكن إحنا النادي الأهلي أي لعيبة يرتدي قميسة النادي الأهلي يكون متواجد هياخد دور في التشكيل لابد يكون يقاتل على البطولة يقاتل على المباراة يطلع كل اللي عنده بلغة الكرة وده الأمر اللي بيتكلم عليه بيتسو موسيماني آه في ظروف عندنا وفي غيابات لكن عندنا 30 لعيب أو عندنا 25 لعيب جهزين إن شاء الله لهذه المباراة وللمرحلة بشكل عام أمر فيروس كورونا ده أمر مزعج ويمكن ذكرناه أكتر من مرة لأن الواحد ما بقاش عارف مين هيبقى موجود الراجل كمان المدير الفني بيتسو موسيماني بيستعين بعدد من الناشئين آه ممكن نهاردة ما بقاش فيه توظيف لعدد من اللعيب النهاردة ممكن يلعب في مكان غير مكانه ما ينتجش الانتاج الكبير اللي بيرضي جمهور النادي الأهلي ويرضي الجهاز الفني لكن ظروف استثنائية أكيد على فريقنا لكن مع الجدية والحماس وشخصية النادي الأهلي الكبيرة اللي بنتكلم عليها كل مرة إن شاء الله لعبتنا النهاردة تكون على قدر المسئولية ويتبقى بقى التوفيق بإذن الله النهاردة فيه مباراة اليوم أهداف المشكلة أن المباراة عدي بسلام بأشفي إصابات وإن شاء الله ربنا وفقنا فيه مباراة اليوم إحنا معانا سؤال السوشيل ميديا كريم بنتراحه على المشاهدين بنقول لهم توقعاتكم لمباراة اليوم خليني أسألك برضو السؤال ده أقول لي توقعاتك للمباراة النهاردة تنتهي كام كام والله يعني أقدر أقول بالتركيز اللي أنا شايفه بقى مع العيبة النادي الأهلي ده النهاردة إن شاء الله يعني البداية لو كانت موفقة لنا وقدرنا إن إحنا ندخل الجيم بكل قوة لها النهاردة ممكن نشوف أهداف كبيرة لأن الملعب النهاردة بشكل كبير هيساعد لعيبة النادي الأهلي الملعب لو كان جيد في المباراة الأولى ما احرزنا هدف فيه مباراة الزهاب في بطل النيجر طبعا لكن النهاردة إن شاء الله أنا توقع عدد من الهداف لكن كل ده يتبقى فيه انطلاقتنا وبدايتنا إن شاء الله بإذن الله كون بداية موفقة أول ربع ساعة كده أرد نحزي هدف واثنين وتلاتة ويا رب إن شاء الله تنتهي نتيجة بنتيجة كبيرة يعني تلاتة أربعة إن شاء الله أنا متفائل كده ومتوقع كده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله مشكورك جدا زميلنا العزيز وأكيد التغطية هتكون مستمرة على قناة الأهلي حتى بعد المطش بإذن الله شكرا لك يا كريم جدا طيب النتيجة هتكون تلاتة أربعة دي توقعات زميلنا العزيز كريم أحمد عزيزي أربعة حضراتكم توقعاتكم إيه فيما ما يتعلق به نتيجة مبارات النهاردة وإن شاء الله طبعا كالعادة في الفقرة الأخيرة جزء الأخير من حلقتنا النهاردة هنقرأ وحنحاول على قد ما ربنا يقدرنا نقرأ الكم الأكبر من تعليقات وتوقعات حضراتكم